ايوه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال يا شيخ الحمد لله سني ام شيعي 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 حياك الله سؤالنا اليوم كيف اتبع العطرة نعم كيف ان انا اتبع العطرة اسوي ايش اعمل ايش تمام اجعوب نعم شنه يعني العطرة بالله عليك ما تدخل تاني 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 يا اخو تقدم له وجبة كده وتقول له تفضل تأكل لحم شنه هو اللحم بالله عليك سبك من الشغل ده وقت الله يسعد امك ويهديها يا رب كيف اتبع العطرة والله فعلا ما اعرف شنه العطرة حياك انت تقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله هالي شيعي حياك الله حبيبي العطرة يقولون انه هما قال البي وبيقولي يا اهل السنة انتم ضللتم الطريق لانكم لابد ان تتبعوا اهل البيت فكيف اتبع اهل البيت في معتقد الشيعة يا حبيبي الله اكبر جميل جدا كيف سوى عشان اتبع البيت يا شيعة هل البيت انت اسمك يا حبيبي معاكم اهل سوى العطرة يقول اسمي طيب اعتبال اه ابو من مثلا ولا برضو لا تشتغل ان تكون ابو ادم ابو ادم حياك الله بس يا ابو ادم الله يسعدك ويخص بيتي ويديك للحق هسألك اسئلة انت دو جيبني سريعا كده الله يسعدك ممكن نعم أبو آدم هل العترة كانت تلتم لا لا طبعا هل العترة كانت تطبر لا طبعا هل العترة كانت تمشي في الأسواق والطرقات تسب وتلعن لا طبعا هل العترة كانت تحرف القرآن الكريم وتقول به أخطاء وأيات سخيفة عياذا بالله مستحيل هل العترة كانت تتهم عرض النبي محمد بالفاحشة وتلعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار مستحفى الله مستحيل هم علماء الشيعة يقولون لنا يا أبو آدم اتبع العترة التي تقول بذلك ونحن نبرئ أهل البيت من ذلك فقال البيت لم يلطموا ولم يتبروا ولم يسبوا ويلعنوا ده عندهم رواية في كتاب الكافي إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعد فأكثروا البراءة منهم فقعوا فيهم وأكثروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم وأكثروا من سبهم وعند كتاب فصل خطاب للمرزى المحدث يقول لك القرآن به آيات صخيفة فمشاء الله أنت إنسان عاقل لا تقبل بذلك الكلام فأهل البيت براءة وأهل السنة يدافعون عن أهل البيت فكما أن المسلمين كما أن المسلمون هم أولى بالمسيح عيسى بن مريم من النصارى الذين يغلون فيه ويقولون أنه إله نحن أهل السنة والجماعة أيضا أولى بأهل البيت من الشيعة فأهل البيت نحن نتبعهم كما أمرنا أو نقتدي بهم لأنهم داخلين في المهاجرين والأنصار أيضا كما أمرنا الله تبارك وتعالى أكيد طبعا يا شيخ ممكن سؤاليا تفضل السؤال الأول المتصل اللي طلعته وقم تليفونه هالسؤالي ملحقته واش قال هو سب منه سب الصحابة سب أبو بقبي يقول لي أريد أضرب بقندرته بحذائه كبار الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وشيع كبير اسم أبو جنات محاور الشيع يعني يتصل يقول لي عايز يضرب بالقندرة زوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اللي النبي ما فعل ذلك يا حسبنا الله ونعم الوكيل أصلا أن ينتقم منه وزوج وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخ أنت محاور ذكي جدا ذكي يعني المفهوظ أنه ما تخلي يستفزك معلش أنا أقول لك أنا استفزتلي وطعمت فيه لأن أنا ما بطيق أحد يطعم في أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها عرد النبي صلى الله عليه وسلم دي لو واحد سب أمي والله أسهل علي قسما بالله لكن دي عرد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أذوه في أهلي أذوه في زوجي فأنا ما استطعت يعني هذا بيكون لا إرادة وأنا باعتذر أنا باعتذر لو قلت له أنت إنسان قذر وستاء وسببته لا 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 إحنا لا لا إحنا ما قدنا إشكال بهذا الموضوع هو قدر قدر نعم بس أنت إنسان كل شهاد أو ذكي كان المفروض ما تخلي يستفزك وحسبنا الله نعم الوكيل هو استفزني بتعنيه في أم المناعش قذلك الله خير صح صح اتفضل سؤال طيب سؤال سؤال شيئ لو فرضا يعني ولا تأخذ هذا سؤالي على محمل ثاني الله شاهد سؤالي يعني فقط بس أرد استرسل لو اتصل بيك أحد الأشخاص سين من الناس إذا كان شيعي أو سين وسد علي بنبي طالب والحسب والحسين وفاطمة الزعراء شين رح يكون ذات لك هيكون ردي إن هو إنسان قادر إنسان زنديق ليس بإنسان مسلم وهيكون ردي قردي على الأول الذي تعنى في صحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأننا عندي رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغده إلا منافق لذلك ترى علماء الشعي يبغدون علي ابن أبي طالب فكما في بحر الأنوار يقودون أمام علي جمل جمل مخشوش هيجي مثلا الأستاذ المحترم دلدول كريمة أي تعالى اللي هو محمد الحسر لتنزل في قرر النصيب المغربي هيقول لك هذه رواية ضعيفة أقول له لا ده السلقلقي شيخة ياسر الخسيس ألهى وقال نعم قالت فاطمة إن قادوا عليه كالبعير قالوا إنه هو بعير حيوان قالوا إنه هو بعودة قالوا إنه اختص الفرج ابنتي درب وجمرة للبيعة ووضع الحبل الأسود في رقبتي كالبهيمة اللي هي التي توضع الحبل الأسود في رقبتي لا لا إلا الله ولم يرد عليه أحد فنسأل الله أن يهديهم يرد إنت بقى ممكن أنا أسألك سؤال يعني لا ممكن ممكن تسألني سؤال بس أكمل المداخلة فكرتها يعني أنا أقصد إنه السؤالي هذا إنه لو تصل بيك شخص وسب الأئمة أو العلي بنبي طالب والحسن والحسين كنا راح يكون نفسها اللي أقصد من هذا الكلام إنه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين وعلي بنبي طالب والحسن والحسين هذولا مو يعني مثلا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق ما تابعين للسلة وعلي بنبي طالب والحسين ما تابعين للشيعة هم للكل صدقت 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 لذلك الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فالاتباعه هو الاقتداء وكما جاء في تفسير الميزان للطبائي عندكم قال إن هذه إمامة المهاجرين والأنصار للاقتداء المهم تفضل يعني هل أنهيت مداخلتك حتى أسألك لا تقول عندكم قول عندهم عندهم ما العلاقة بيهم والله إيه لأنه مدهم هذا الطب طبائي الله عليه ما شاء الله إذا هو السستاني نفسه هو ميت من 2004 وهم مخلين سوء يتشوه على أساس هو عايش شعارف بيحلو أو كل ما يكبر وشه للتجاعد بتروح كيف إزاي مش هاد ما هذا أفلام هندية يعني أنا وانا كواحد عايش صلى الله ميتين سالة ماذا نسمع ناش منه حاجة حتى لو عايش نفسنا نسمع منه كلمة يطلع يقول بس سلام عليكم أي حاجة لا هو ما فد يوم ما فد يوم طلع بصلاة صلاة الجمعة مثلا أيو الله بالتلفزيون خلي نشوفه ليش الإمام علي كان بيطلع ويمشي في أزقة وفي أسواقي وفي طرق النجف واستستاني يجلس في النجف مش عايز يطلع نظرة واحدة منك يا جماعة تجرسكم دول مش عارف إمتهي فيكم من هذا الوهم مع العلم هو كما يقال هو عايش في محافظة كلهم مناصرين إلى يعني ما حادي يقدر يسوي إلى أي شيء إذا طلع بالشارة طيب يا حبيبي أنا معي يعني بأمان هو معي اثنين الآن يريدون يعلنوا هدايتهم والله معنا فإنت سؤال أخي ممكن ممكن سؤال أخي تفضل أكو آية بالقرآن ما عرفه عن إذا ما فسغى صح أو غلط اللي هي حرمت عليكم الميتة والدم ولحمة الخزي وما أهل لغيون الله وما أهل لغيون الله المقصود في الثواب اللي يكون مثلا اللي فلان وفلان وفلان هو هذا الآية دي في سورة النساء صح أولا المائدة أظن في المائدة في المائدة ولا في النساء لا أعرف السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب على النصب نعم وما أهل به لغير الله أي ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للحسين كالذي يذبح للمسيح كالذي يذبح باسم رب المسيح يا ذنب الله أو باسم الحسين أو يذبح للحسين أو كل فكل ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى ذكر غير اسم الله على الزبح فهذا حرم علينا تسمعني حبيبي نعم حتى إذا كان للنبي حتى لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لجبرايل ولا المكايل لأي أحد لا يذبح لذلك الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل قل دي يعني فعلا أمر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ونسكي ماشي وبعدين إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فجمع جمع بين عبادتين عظيمتين عبادة الصلاة فصلي لربك وإيش وانحر وانحر صفت زبحي لله تبارك وتعالي أه أشكرا تاريخي خليك معايا خليك معايا أخذ مدخلة سريعا وانت معايا كده حبيبنا السلام عليكم أنا بكلمك على البس المباشر فاتكلمني على البس المباشر هلا حبيبي يا أخونا أشرف غريب زيك يا عم راما أشبار أستاذنا وشيخنا ومعلمنا أخونا أشرف غريب حبيبي يا راما الله الله يسيرك الإخوة جميعهم يحيون بقى نازل عندك البس المباشر تجي سؤال عندي بعد طيب انت في بس المباشر الآن نعم طيب ما شاء الله أنا أقول كل من يسمعني جغى الله الجنة كل من يستمع إليه الآن يتركني ويذهب لأخونا أشرف فسيتعلم ويرى أفضل مما عندي فأتممنا الجميع يدخلون على أخونا أشرف الله أنا بس ركتب بك والله على الحواة ربدا على بعض الشيعة اللي بتقول أصدقهم وكل ما بيحبوش بعض فهل بالله عليك في اتفاق مصبخ لهذا لاتصال ما بيني لا والله وأنا واجب علي أن أحبك لأنك معلمي يعني بدون أي شيء لا بالعكس انتشيخنا يا راما الله يسيدك يا حبيبي لا طبعا والله ما في ما في يعني اتصال مصبخ ولا كنت عارف أن أشرف هيتصل عليها والله نورت القناة عندي وأنا دائما بقول للإخوة الله يدعموا كناة أخونا أشرف لأن القناة لها تبلغات كثيرة من الروافد ربنا بارك فيك حبيبنا رامي إن شاء الله منتظرينك نعمل حلقة إن شاء الله سوين بي أتشرف يا حبيبي على العين والرأس جزاك الله خير شكرا الله لك حبيبي مع السلامة أيها أبو آدم أخونا الشيع المحترم أبو آدم لا أسمعني لو رجعنا لذلك يا أبو آدم حرمت عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فكل ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى لا يجوز أكله سواء بأى النبي صلى الله عليه وسلم فما دون النبي صلى الله عليه وسلم وبينتلك إن الزبح عبادة والله جمعهما عبادة عظيمة فصل لربك وانحر فلا يجوز أن أنحر لغير الله تبارك وتعالى أو أذكر غير اسم يعني حتى إذا كان ميت حتى إذا كان ميت من أهلي لا شوف بقى يا حبيبي أنا أذبح وأذكر الله وأقول باسم الله وبعد الزبيحة أوزع هذه الزبيحة بنية صدقة لهذا الميت هذا اللي يجوز لكن أنا أقول باسم لوجه الله أوزعها لوجه الله أيوة لوجه الله صدقة للميت هذا فأنت يعني بتوزعها يا رب هذه صدقة عن ميتي أذبح مثلا شا وأقول يا رب أنا أوزعها هذه صدقة عن ميتي فيجوز زل طيب إحنا عدنا طيب إحنا عدنا أو عند الشيعة عند الشيعة الزبح للميت هو مو بهذا الصور يعني مثلا هو مو توصل إلى حسنات يقولون لأ إذا تذبح له مثلا أجلكم الله ثور فبيوض القيامة يصعد عليه ويمشي عليه أقول إيش حاجي إذا زبحت الزثور يوم اليوم تصعد عليه وتمشي عليه أي الميت اللي زبحت إلى هو هناك يوجع يتجمع ويتحيى إلى ويصعد عليه لا 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 لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ناس يحشروا ناس يوم القيامات حفاتا عراتا غرلة أي غير مختونين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا اللي أنت تصدقت له فتجتمع له حسنات يعني أنا بقى لو جبت مثلا خضار ويجبت مثلا بذنجان ورز وهكذا وزعتم على الميت هيك وينه يوم القيامة أشكرت رز مثلا ويقعد عليها الواحد لا ما فيه لكن هي بتوزع يعني تدخل إلي حسنات صدقات وتجتمع إلي حسنات كالجبال نسأل الله أن يرزقنا وإياك الجنة بغير حسابنا ولا سبيقات عذاب يا أبو آدم أنت شيء عاقل ما تعلم أن تسلناك يا رجل والله طيب نفس السؤال أنا أحس لك يا اتفضل شنو أسوي حتى أتسلن أنت مو تقول شنو أسوي حتى نتبع التقيه شنو أسوي حتى أتسلن أنت لا تشرك بالله لا مستحيل لا تذبح لغير الله ولا تدعو غير الله ولا تنادي غير الله مستحيل أبد ولا نسويها في حياتي ممتاز تحب الصحابة وتقتدي بهم أكيد أنت في الجنة يا أبو آدم إن شاء الله أسأل أن يرزقنا إياك الجنة لا بإذن الله أنت كده بإذن الله عقيدة صافية لكن أتمنى أن لا تؤمن بتنصيب 12 إماما لأن هذا كذب على الله تبارك وتعالى كما بينا في أدلة كثيرة ولا تقول بعسمة أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن لو قلنا بعسمة أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأن النبي طرقت دين ناقص ونحتاج لمن يكمل الدين هذه أشياء إن شاء الله بسيطة أتمنى تتوصل معي أبو آدم وتقول لنا أبو آدم حتى أرسل لك الوضوء والصلاة صحيحة أيضا تنظر فيها وفي صلاة طيب يا شيخ يا شيخ شن المشكلة شن المشكلة إذا كان مثلا الإمام علي علي بن نبي طالب أو باقي الأئمة شن المشكلة لو كانوا لو كانت أكو آية صريحة أو الآن تقول أنه علي بن نبي طالب ولي الله أو أمي المؤمنين والله لو في كلا لأخبرنا الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى شفت الأية لا لا أنا دا أقول لو أنا دا أقول لو يعني مثلا لو لو كانت أكو فيك آية سنقتدي بهذه الآية مباشرة لإني زي ما أنت شفت الآية اللي أنا لسه قرأها عليك دلوقتي شوف كم ذكر الله تبارك وتعالى فيها الآية لإنت استدلت بها الآية رقم ثلاثة من سورة المائدة اسمع قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة شوف أنا هذكر لك كم حاجة ذكرت ولم تذكر الإمام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا ذكر كل ده ولم نذكر الإمامة بالله عليك لا أنا أعرف يا ما ذكر الإمامة وأعرف يا ما موجودة بس أنا أقول لو لو الذكرت برحالة إنت تعرف يعني يحرم عليكم وما أهل لغير الله به والمنخنقة تعرف ما معنى المنخنقة وما معنى الموقوذة وما معنى المتردية وما معنى النطيحة المنخنقة أعرفها بس البقية لثلاثة معنى نعم المنخنقة اللي هي ماتت مخنوقة دي لا يجوز أكلها الحيوني والموقوذة اللي هي ماتت بالضرب قعدوا يضربوا فيها إلى أن ماتت والمتردية اللي هي سقطت من مرتفع فماتت لو لوحقت وضرحت قبل أن تموت تؤقل منها والنطيحة اللي هما اتنين إيه زي السستاني والنطيحة اللي هما اتنين نطيحوا بعض وغيرها ميتة بالنطيحة تسمن بقى يا بو آدم المهم لا أنت كده ما شاء الله كده على عقيدة صفية شكرا لك يا بو آدم وإن شاء الله اكتب لي في رسالة الآن أنا بو آدم حتى إن شاء الله أرسلك الوضوء والصلاة وأرسلك رقم الخار شكرا لك يا بو آدم إن شاء الله إن شاء الله حياك الله حياك الله حياك الله اشتركوا في القناة